ده كان عاوز يعمل فيلم جد ويحمل على الدراما ووزن الشخصيات ده كان عاوز يعمل فيلم مجنون عشان يضحك الناس ويسليهم خليك زي ده بدل ما تقعد تحارب عشان تعرض رؤيتك زي ده وطالما انت ده مش ده وما معكش دول وكل اللي في ايدك انك تقعد كل شوية تقلف خناء مع ده يبقى حقيقي احسن انك تخليك زي ده بس تاخد بالك بدل ما ده يجي عدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو ده سو سايد سكواد احداث فيلم ده سو سايد سكواد بتدور عن مهمة جديدة للفرقة الانتحارية فريق المجرمين اصحاب القدرات الخارقة اللي بيقوموا بمهمات صعبة وقدرة لصالح الحكومة الامريكية مقابل تخفيض على عدد سنين احكامهم في سجن بالريف المرات دي المهمة بتاخد فريقنا لجزيرة كورتو مالتيزا في امريكا الجنوبية لاحكام السيطرة على معمل عملاق بتتم فيه تجارب تسليحية خطيرة قبل ما يقع في ايد النظام الحاكم الجديد اللي تمكن من السيطرة على مقاليد الدولة بعد انقلاب عسكري وعشان فريقنا يقدر يحارب جزيرة باكمالها لازم اعضاؤه يقدروا يشتغلوا مع بعض بالتزام فيا ترى ايه اللي هيحصل ده سو سايد سكواد هو احد اعظم الانقاذات في تاريخ السينما هو الجزء التاني لفيلم سو سايد سكواد اللي تعرض سنة 2016 واللي كان خيبة امل بالمختصر يعني من غير ما نضطر نفتح جروح قديمة وبدل ما يتم التغاضي عنه بالكامل فيلم ده سو سايد سكواد قرر انه يستعير منه ما يصلح اللي هو التقديم من الاخر يعني مما سمح للفيلم الجديد انه يقفز داخل حبكته على طول احداثنا بتاخد دقايق قليلة جدا بس عشان تقدم الشخصيات الجديدة وبعدين بتتحرك مباشرة في اتجاه اللي هي جاية تقدمه اللي هو جنون دائم وكوميديا مستمرة واشد درجات العنف ادق حاجة ممكن استخدمها عشان اوصف اسلوب السرد في الفيلم هو الجنون احداثنا غير متتالية بطريقة عادية فيها قفزات في الزمن وفيها قفزات في نقاط التركيز قفزات بتاخدنا لاقل المواقع اللي ممكن نتوقعها واقلها اهمية كمان في بعض الاحيان وده بيبدأ معانا في المراحل المبكرة جدا من الفيلم وكان منعش من غير ما يسبب اي لخبطة للمشاهد واضاف للعناصر الكوميدية في الاحداث العناصر الكوميدية اللي اشتغلت بشكل كويس جدا في الصورة الكبيرة وماشتغلتش بنفس درجة الكفاءة على مستوى التفاصيل الفصول بتاعتنا مضحكة جدا وكذلك الاحداث اللي بتقضنا من تحول لاخر كل مفاجأة قابلناها واحنا قابلنا عدد معقول من المفاجآت في الفيلم كانت برضو مضحكة ولما نتحرك لمستوى التفاصيل حنلاقي كذلك محاولات مستمرة لدفع الكوميدية ولكنها ما كانتش فعالة بالدرجة اللي انا كنت متخيلها مش وحشة بكل تأكيد ولكن مش على درجة مرتفعة من الفاعلية السبب في ده في رأيي هو الاعتماد الكبير على كوميدية النكت اللي بيلقيها فريق تمثيل غير كوميدي بالكامل باستثناء بيت ديفيدسون اللي تقريبا ما قدمش اي كوميديا في الفيلم التوقيت ما كانش في افضل صوره التعبيرات وردود الافعال برضو مش في افضل صورها ولما بينتقلوا للمشاهد الحركية ما بيكونش فيها كوميديا كافية وده على الرغم من ان الفيلم تقييمه الرقابي هو آر وبيروح لابعاد دموية جدا على مستوى العنف ولكنه عنف لمجرد العنف مساعدش الكوميديا كتير وما كانلوش اي اضافة درامية برضو مشاهد الاكشن اللي كان فيها قدر معقول من الكوميديا كانت في المراحل المبكرة جدا من الفيلم بعد كده العنف كان مجرد اداة للمصداقية والتميز يعني احنا بنتكلم عن الفرقة الانتحارية فريق من المجرمين بيعملوا مهمات قدرة ماينفعش يعني يبقى اكشن عائلي نظيف واخد لي بالك انت وفي نفس الوقت اعضاء فريقنا قدراتهم الخارقة ما هياش استعراضية قوي احنا عندنا اكنين كل اللي بيميزهم هو قدرتهم على انهم يصيبوا الاهداف بدقة وفي اغلب الوقت عملين يقابلوا جحافل من الناس المسلحة ويقتلوا فيهم فلو القتل ده مش ملفت حيفضلنا ايه عشان نتفرج عليه والطريقة الوحيدة عشان تخلي التأتيل في الاطار ده ملفت هي انك تخليه دموي بعد ما شفت الفيلم ده اعتقد اني فهمت ليه دي سي كانت مصممة على استمرارية السلسلة دي لانها كان ممكن تتخلى عنها بالكامل بعد مشاكل الجزء الاول او على الاقل تستنى فترة اطول شوية قبل ما تجرب حظها معاها تاني بس حقيقي ثراء شخصيات الفرقة الانتحارية ملوش مثيل فكروا فيها كده اي سجين بقدرات خارقة في بالريف هو عضو محتمل في الفرقة الانتحارية زي بالضبط الطريقة اللي اماندا وولر استدعت بيها سافانت في بداية الفيلم راحت قالت له دور الجهة ده بيقدم فرص لا نهائية لتقديم افلام مبنية على اي تشكيلة من الشخصيات والتشكيلة اللي عندنا في الفيلم ده جيدة جدا هم بس ما بيخدموش الكوميديا قوي باستثناء شخصية نينوي وما بيخدموش الاكشن الاستعراضي برضو هم مناسبين اكتر للنجوم اللي كانوا عاوزين يوظفوهم في الفيلم لذلك اقصى درجات الجودة في تكسيدهم كانت في الخطوط الدرامية الفرعية واخص بالذكر احد الخطوط الفرعية لهارلي كوان ومن نقاط التميز كذلك الاسقطات السياسية على الاختلاف ما بين بلوت سبورت وبيسميكر مش هبالغ لو قلت ان الجانب السياسي هو الافضل في الفيلم كله ولو في اي حاجة جد الفيلم كان بيحاول يقولها فهي سياسية في المقام الاول وللامانة الجانب السياسي ما كانش اسوأ حاجة في الجزء الاول برضو وده بيعد بطراء اكبر في الافلام المحتملة القادمة ما عنديش شخصية اقدر اقول انها اكتر واحدة بفضلها في الفيلم وما عنديش شخصية برضو اقدر اقول انها اقل واحدة بفضلها في الفيلم كلهم اشتغلوا مع بعض كويس في المجموعة وفي المجموعات اللي جوه المجموعة التجربة البصرية كانت جمدة بس مش بنفس الدرجة اللي كنت متوقعها من جيمس جون كنت متخيل ان الطاقة التمردية المجنونة عند الراجل ده كانت المفروض تعمل اكتر من كده في اعتماد كبير جدا على المؤثرات البصرية والخدع طبعا وكانت جيدة جدا في اغلب الاوقات بس مش ملفتها يعني كتير من نقاط توظيفها كانت لغرض الكوميديا ودي اعتقد انها كانت افضل اوقاتها لان لما كان بيكون في بعض المشاكل كنت بقول معلش المهم انها بتضحك نفس الامر ينطبق على المواجهة الاخيرة اللي في رأيي تعتبر برضو افضل لحظات الاكشن هي ومشهد مطول قوي من بطولة هارلي كوان وده اعتقد انه بيخلي مارجو روبي اكتر ممثلة في الفيلم اجتهدت على الجانب الحركي لان ادرس البا وجون سينا في المشاهد الحركية المعقدة كانوا بيبقوا لابسين حاجات على دماغهم كده واي بديل ممكن يدخل مكانهم فيلم ده سو سايد سكوات تجربة مجنونة ودموية ومضحكة وبالترتيب ده بالتحديد خلاني متشوق عشان اعرف ايه القصص التانية اللي ممكن تجلنا من العالم ده قصص بشخصيات اكتر قصص بشخصيات اقل بكتير مين ممكن يعيش ومين ممكن يموت مين حنشوفه تاني ومين هيختفي للابد مين النجوم التانيين اللي ممكن يجسدوا شخصيات في المستقبل ومين صناع الافلام اللي ممكن يقودونا في رحلات تانية لما فيلم يخليك تسأل الاسئلة دي كلها لازم تعرف انه فيلم حل تقييمي لفيلم ده سو سايد سكوات هو سبعة ونص من عشرة ويلا نعمل اجزاء تانية بسرعة بقى اكل العيش حلو برضو مناقشة الحلقة لو عالم ده سو سايد سكوات مش هيكون مقتصر على جيمس جون مين صناع الافلام التانيين اللي تحبوا تشوفوهم في المستقبل ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة شغلوا جرس التنبيهات عشان تكلكم الحلقات اول باول تبعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو انستجرام وبي باي